طبعا كلنا عارفين ان في ناس كتيرة جدا نفسها تبدأ على اليوتيوب بس مش عارفة ازاي وانت ممكن تكون واحد منهم نفسك تبدأ على اليوتيوب بس انت مش حابب انك تظهر بوشك بس ما عندكش مشكلة انك تعلق بصوتك وفي ناس نفسها تبدأ على اليوتيوب بس مش حابة انها تظهر بوشها وكمان مش حابة انها تعلق بصوتها ومفكرين انهم لهمش مكان انهم يدخلوا عالم اليوتيوب ويفتحوا قنوات ويشتغلوا عليها ويحققوا منها ارباح كمان حابب أقولك إن الزكاة اللي صناعي فتح المجال ده قدامك إنك تقدر تشتغل على اليوتيوب من غير ما تظهر بوشك وكمان حتى من غير ما تعلق بصوتك وكمان حتى من غير ما تفزي المجهود في إنك تكتب اسكريبت أو مقال للفيديو أو حتى إنك تعمل الفيديو من أساس في الفيديو ده هقولك على طريقة شفت قنوات كتيرة جدا أجنبية بيستخدموها بقصرة عشان يصنعوا بيها فيديوهاتهم بكل سهولة والطريقة دي تقدر إنك تقدم بيها محتوى باللغة الإنجليزية حتى لو أنت مش متقن للغة الإنجليزية وكل ده باستخدام زكاء الإصناعي يعني باختصار شديد الزكاء الإصناعي هو اللي يكتب لك السكريبت وكمان زكاء الإصناعي هو اللي هيعمل لك الفيديو ويمنتجه لك وإنت كل اللي عليك إنك هترفعه وتنشره على طوله وكمان زكاء الإصناعي هو اللي هيعلق لك على الفيديو تخيل السهولة دي كلها انت حارفين ما بتعملش حاجة في الفيديو انت كل اللي عليك ان انت بتجمع الحاجات زي البازل وخلاص والزكية اللي احنا نستخدمه في الفيديو ده هو شات جي بي تي واللي هقول لك ازاي تقدر تستخدمه في ان انت ازاي تقدر تعمل به فيديوهاتك على اليوتيوب وكمان تقدر تربح منه بسهولة لازالك عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده ده هيكون موضوعنا وكل عادل اول مرة تشوف قناتي اشترك في قناة وفعل الجرس وما تتساش بقى انت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل جديد ونروح بقى دلوقتي للشرح تماما شباب نيجبها دلوقتي للخطوة التانية واللي هقولك فيها ان انت ازاي تقدر تشتغل على اليوتيوب من غير ما تظهر بوشك بطرق بسيطة جدا وكمان حتى كمان لو انت حبيت ان انت تشتغل من غير ما تعلق بسوتك وعشان ما اطولش عليكم خلينا نخش في الموضوع على طول اول حاجة يا سيدي اني خليني في البداية استعرض لك القنوات اللي شغلية بنفس الاسلوب اللي انا هكلمك فيه ده يعني عشان عرض لك دلائل فعلا او القناة وهي قناة دي القناة دي باختصار شديد هي قناة سياحة قناة صافر قناءة للناس اللي هي حبه تعرف افضل الاماكن في الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده هنا مثلا بقولك افضل عشر اماكن تقدر انت تروحها في مدينة او في دولة كزا عندك مثلا هنا افضل عشر اماكن تقدر انت تروحها في فيرجينيا تقريبا او اللي هو في امريكا أنا ما اطرد من ما عارمش فين فيفرجينيا دي تمام هنا بيقول لك افضل عشر اماكن في الكوكب افضل عشر اماكن مش عارف في الايه فاهمني فانا بيجيب لك توب تن توب فايف وانا طبعا الفكرة هنا في الفيديو ده اللي هو بيديك تعليق صوتي انا طبعا مش حابب بشغل الصوت عشان حوي ملكي بس هو هنا بيعلق بالصوت هو كل اللي بيعمل له ان هو بيكتب سكريب والسكريبت هاقول لك ان انت ازاي تقدر تكريب عن يعني تكتب عن طريق زكالي صناعي بكل سهولة تمام من غير حتى ما انت تعمل اي حاجة وهو كل اللي بيقرسل السكريب وبيسجل الصوت وبعد كده بيحطوا الصور بس انتهى الموضوع كده الموضوع بسيط جدا فيه قناة تانية برضو نفس الشيء اللي هي توب فايف القناة بيختصار شديد بيجيب لك اغرب الحاجات اللي في الكوكب ده والقناتين دول ما شاء الله شغالين كويس جدا وبيحققوا مبالغ رهيبة يعني زي ما انت شايف اني مثلا القناة دي اللي هي مثلا اللي هي بتاعت السياحة زي ما انت شايف خمسة وتلاتين الف مليون ميتين وتلاتين الف تلتمية وخمساشر الف وهكزا وكل ده محتوى اجنابي بالتالي اسعاره عالية طيب ايه بقى الموقع اللي احنا نستخدمه في ان احنا نعمل الحاجات دي كلها موقعين موقع شاة جي بيتي وموقع انفيديو موقع انفيديو باختصار شديد هو موقع عبارة منتاج اولاين يعني برنامج منتاج بس اولاين تقدر تعمل عليه اي حاجة انت عايزها الموقع ده في منه نسخة مجانية لو انت حبيت ان انت تستخدم النسخة المجانية في منه نسخة مجانية فري فور ايفر تمام يعني زي ما تشاهد فري فور ايفريون جميل مجاني تقدر ان انت تشتغل عليه براحتك وكمان بيديك اكتر من ست الاف تامبلت اه للفيديو تقدر تشغل عليهم زي ما انت عايز بس الفرق ما بينها وبين اي نسخة اخرى اني ده عليه ووتر مارك اللي هو عالمة مائية بس لو انت حابب نسخة مدفوعة يعني زي ما قلتلك ان فيه حتى هنا عندك كمان نسخة اللي فتايم انت بتجيب نسخة واحدة مدى الحياة وخلاص بقى تريح دماغك وفي عندك نسخة اخرى زي مثلا البيزنس والاللمتل فانت تختار اللي انت عايزه انا مثلك افتراضا هدفع 15 دولار في الشهر بس اقدر ان انا اعمل كمية فيديوهات رهيبة قدام ممكن مثلا انا اعمل في اليوم 10 فيديوهات في الشهر مثلا 100 فيديو ب15 دولار في الشهر لان فيه قوالب جهزة انت بتستخدمها وتعدل عليها فهي دي الفكرة وعندك برضو اللي هو الانظمة تقدر انت تعمل عليه فيديوهات زي ما انت عايزه بتديك صور من اي ستوك وغيره يعني حتى مش محتاج انت تدور على صور على جوجل وتحمل لا هو اوتوماتيك بتديك صور فيديوهات داخل الموقع نفسه مش محتاج بقى انت تحمل وترفع تمام مهارك كل ده في الفيديو وطبعا لو انت حابب انت يعني عايز خصم محترم وعايز كود محترم تاخد عليه خصم خذ الكود اللي قدامك دلوقتي عالشاشة واتركو تخصمه محترم عليه جميل ده اول حاجة واللي احنا نستخدمه نيجي بعد دلوقتي للحاجة الثانية طبعا انا اسجل حساب عليه او افتح حسابي على الموقع لان انا ليا حساب عليه بعد ما اندخلت على حسابي زي ما انت شايف ان ده هيكون هو الوجهة الرئيسية نيجي بعد دلوقتي للتانية حاجة وهو شال جي بي تي طبعا انت عارف حضرتك يعني ايش هال جي بي تي هو عبارة عن ذكاء صناعي انت بتتواصل معاه واكيد انت شفت ان انا شرحته قبل كده عندي في القناة لو انت دخلت هنا عندك على القناة في الفيديوهات هتلاقي ان انا بالفعل شرحت ان انت ازاي تقدر تفتح حساب على شات جي بي تي فتح حساب على شات جي بي تي بجانب ان لو انت ما مفعش معاك شات جي بي تي وشايف ان هو صعب عليك ان انت تفتح ليه حساب لانهو في بعض الدول العربية محزور وفيه ناس بتفتح في الدول العربية بس اي 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 وكلام من ده بس لو انت شايف الموضوع صعب بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية وتقريبا الفيديو الجاي هستعرض لك عدة بدائل للجي بي تي حتى هنا ما استعرضت لك بدائل للجي بي تي تقدر ان انت تستخدمه لو انت معرفش ان انت تفتح الجي بي تي الاصلي فيه ان عندك بدائل ليه مواقع بديلة ومجانية من غير تسجيل وبإذن الله في الفيديوهات الجاية هشروح لك نفس الشي طيب نروح بقى للحاجة التانية وهو ايش يا جي بي تي انا مسأل الكاميسال اي سيدي الموقع بتاعي حابب الننا خلينا كده زي ما نقول او القناة بتاعتي حابب الننا اتكلم عن افضل الاماكن او مثلا افضل عشر اماكن اقدر ازورها في مصر فارح نرايح عندي على جوجل هنا طبعا النقطة دي مهمة هتكلم عنها بإذن الله دي ترجمة انا اتكاتبها لكم او حاجة نعملها لكم عشان اوريكم في نقطة هنا ناس كتير جات بتنقشني فيها فأنا طبعا كلمتلكم اليوتيوب وهتكلمكم عن النقطة دي بإذن الله قدام شوية جميل هنا مسلا اروح رايح على جوجل وقول له مسلا افضل اكتب لي اسكريبت فيديو لليوتيوب عن يتحدث عن افضل الاماكن التي يمكنني زيارتها في مصر ايه رأيك شوفت دلوقتي اه يعني اكتب لي نص فيديو على اليوتيوب اتحدث عن افضل الاماكن جميل طيب اروحين رايح عندي على شات جي بي تي ودايس ده اروحين دايس انتر وهشوف دلوقتي هو يعمل لي ايه هيكتب لي اسكريبت كامل حرفيا للفيديو بتاعي على اليوتيوب زي ما تشايف هاي افرون ولكم باك اه او او شانل today we are talking about on the mosque مش عارف ايه فيلم the world the egypt the country its home the of the mosque مش عارف الكلام ده كله جميل طيب هناك كتب لك مقال كامل حرفيا بمقدمة كمان يعني انت مش محتاج حتى ان انت تكتب اسكريبت فيه ناس بتروح تاخد من مواقع سكريبت بقى من ايه مثلا افضل اربع اماكن افضل خمس اماكن لحد ما يكمل وشوف هو كام حاجة يعني حرفين شات جي بيتي هو كتب لك سكريبت كامل دلوقتي وحنا عادي اهو بص يا خرابي والله العظيم فنان والله كتب لي سكريبت كامل زي ما انت شايف يعني بص كتب لي حتى المقدمة بتاعت الفيديو هنا بها انت قدمك حلين اول حل انت تقرأ الاسكريبت ده لو انت متقن اللغة الانجليزية وبتقرف يعني بتعرف تقرأ كويس وبتاع تقدر تعمل تعليق صوتي بصوتكس دلوقتي زي ما انا عامل تقدر ان انت تأخذ هذا السكريبت ده وتقرأه وتسجله وبعد كده تاخده وتعمل بقى عليه فيديو على موقع ان فيديو ولا هقولك ازاي دلوقتي بضغطة سر واحدة الحاجة التانية وهو لو انت مش ضريعة في اللغة الانجليزية زحلاتي يا ودوبك بس يعني ايه عارف اللي كفيك فاذا انت تقدر ان انت تحول النص ده لصوء هتقول لي بس ثانية واحدة بقى هنا النقطة دي هي مخالفة لليوتيوب هقول لك انا نفسي دلوقتي دخلت واتكلمت مع اليوتيوب او الدردشة او اللي هو الدعم بتاع اليوتيوب عشان اجيبي الحل النهائي للموضة ده طبعا اليوتيوب انتوا عارفين ما بتديش الحاجة بشكل مباشر يعني لو حاجة شايفة انها يعني هي مش حباها بس هي مش مخالفة فبتعد لف والدور حتى انا هنا قلت لهم يعني انا ايه انا فهمت اللي ما بين السطور يعني انا هنا قلت لهم مثلا انا فهمت اللي ما بين السطور فالترجمة اللي انا توصلت معهم عبارة عن ايه طبعا هنا بيقول لك بشكل عامل نسمح باستثمار هذا النوع من المحتوى لان العديد من القنوات زد صوت الاصطناعي وخلاف وتقدر توقف الشاشة وتقرأ بس الخلاصة بين الكلام ده ايه ان هما ما بيساعدوش او ما بيشجعوش الناس اللي تعمل الكلام ده بس هو كمخالف لا هو مش مخالف ان انت تتحول الصوت للروبوت هو مش مخالف بس يفضل ان انت متاخدش مقالات من وجيبيديا او مقالات من موقع اخرى جاهزة وبعد كده تحطها طب بالنسبة للزكال الصناعي الزكال الصناعي هو بيعمل المقال كامل قدامك من دماغه هو من دماغ الزكال الصناعي بالتالي مفيش بالفعل موقع يعني حرفيا كاتب الاسكريبت ده لا هو الاسكريبت ده يعتبر هو حاصر ليج دلوقت مدام طلع من شات جيبيتيه هو يعتبر حاصر ليج دلوقت فإذا انت تقدر تستخدمه زي ما انت عايز اذا كان في الفيديو او غيره فهي دي بقى الطريقة اللي انا جاي يقولك عليها بما ان اليوتيوب بالفعل طلع وقال اني انت تتحول الصوت او النصوص لصوت روبوت ده مش مخالف بس في نفس الوقت مقروح بس هو مش مخالف فبالتالي تقدر ان انت تستخدمه عادي بس يفضل ان انت تستخدم مقالات او السكريبت ان انت هتحطه يكون بتاعك انت فقط فهي دي الفكرة انا حابب اقولك عليها يكون الاسكريبت بتاعك انت فقط فهمنا النقطة دي طيب نروح بقى دلوقتي للحاجة التانية وهو ان انا هاخد الاسكريبت اللي انا عملته وهو احطه على احد المواقع اللي بيحول النص طبعا عندما كنت كتبت مثلا تيكست مثلا تو فويس جميل ببساطة تيكستو فويس ان انا احول النص الى صوت تمام هتلاقي عندك هنا بيقولك ايه فري تيكستو مش عارف ايه وكلام ده كله ده الموقع ده بيحول لك النص لصوت تقدر تاخد الاسكريبت بتاعك بالمنظر ده كده هو وتحطه ترقم راية عندك اي موقع بقى يعني مش شرط فيه موقع محدد لا اي موقع يا معلم انت حابب ان انت تستخدمه تقدر تستخدمه بكل سهولة لاني اليوتيوب دايما انت شوفت قدامك دلوقتي هو قتاح بس لو هو كان النص يعتبر الحصري بتاعك هما بيبقى يعني هما ما بيشجعوش الطريقة دي لازم يكون في مثلا حاجة خاصة بيك زي صورتك او صوتك بس النص اللي انت هتكتبه برضو يعتبر حاجة خاصة بيه او الاسكريبت اللي انت هتكتبه فبالتالي تقدر انت تستغل النقطة دي وهو اني تتحط مثلا النص بعد كده تسمع النص ده وتقدر تغير الصوت من هنا هل مثلا انت حابب اصوات ناس اخرى اصوات ناس حقيقية صوت مثلا تستعجوزة بس الحاجة ده طبعا بتبقى مدفوعة تمام يعني انت عندك الصوت الروبوت ده بيبقى مجاني بس عندك هنا اصوات مدفوعة عندك حتى هنا صوت هندي تمام شوفت انت فانت بقى بعد ما يعني بعد ما تحط سكريبت سكريبت تم حمل مثلا سيف ام بي سري الصوت ده هيتحول معك ام بي سري يعني انت هتقوم محمله بدأ وانتهى الموضوع كده انت عملت الاسكريبت هتعمل بقى كل ده مع جزء جزء او فقرة فقرة هتاخد ده وتحوله وتحمله وهكذا جميل انت فهمت النقطة دي دلوقتي هتاخد ده تم رايح هنا عندك على الموقع اللي بيحول النص الصوت بالمنظر ده كده هو تقوم رايح شايل بالمنظر ده تقوم حاطة ده بعد كده تقوم مشغل تمام وتختار الصوت اللي انت عايزه اللي هو الانديا راجي تمام تمام وتقوم هنا جاي عند دايس عندك وهتحمل الصوت مرة تانية زي ما انت شايف وتقدر حتى كمان ترقمهم واحد اثنين وثلاثة زي ما انت حابب نيجي بقى دلوقتي للحاجة اللي بعدها اروح بقى دلوقتي عندي هنا على موقع المفروض اللي هو موقع المونتاج اللي احنا هنشتغل عليه اروح بقى دلوقتي هنا عندي على اه في حاجة هنا اسمها يا سيدي اول ما تروح عليها هنا هيقول لك ان انت تقدر تحول النص لفيديو هنا لو انت جيت هنا عندك فوق على هتلاقي عندك ان انت تقدر تحول النص لفيديو اول ما تدوس عليه هنا يظهر لك قوالب كتيرة جدا تقدر تختار قالب اللي يعجبك فيعني مسلا تقدر تشوف اي قالب يعجبك في قوالب كتيرة جدا حرفين أي قالب يعجبك مثلا في قوالب يعني خاصة بالترافل أو في قوالب خاصة بالصفر زي مثلا القوالب دي افتراضا ناخدها افتراضا يعني ده مجرد مثال ناخد القالب ده اروحينا الجاية عندي هنا على يوزة تامبلت هنا بقى بيقولي ان انا اضيف الموقع ده اللي هون موقعين فيديو الجميل فيه انه هو بيخليك ان انت يعني تعمل كل حاجة عن طريق زكاة الاصناعية بمعنى ان انت بتحط الاسكريبت والزكاة الاصناعية خاص بالموقع بيقدر ان هو يزبط يعني الفقرات ويحط لك كل كلمة مع الصورة بشكل اوتوماتيك هوريك انا دلوقتي انا طبعا دلوقتي كل اللي اعمله لانا اخد الاسكريبت بتاعي او ناسخ كل حاجة بالمنظر ده او مهنا حاطق وخلاص انتهى الموضوع جميل زي ما انت شايف الموضوع انتهى نسخت كل شيء هنا اروح رايح هنا عندي على او يعني طبعا هنا اقوله لانا اختار الصور والفيديوهات بشكل اوتوماتيك بدل ما اختار بنفسي لا هو الموقع يعني عن طريق اذا كان اسمها بتاعه هيقرى النص وهيفهمه ويجب لي صور وفيديوهات متوافقة مع النص بتاعي فورح هنا جاية عندي على كريت طبعا هنا لو انت في النسخة البريميوم هتلاقي عندك هنا ان في حاجة اسمها اي ستوك اي ستوك وبريميوم ده بقى بيجب لك صور مش موجودة على جوجل الصور الاحترافية بقى اللي هي موجودة على موقع اي ستوكي مثلا وفيديوهات وخلاوة يعني بيجيب لك حاجات مدفوعة من الاخر بس خلنا احنا في عشان برضي يكون ايه ظهر لكل اروح هنا رايح عندي على كريت وطبعا هنا بيقول لي ان انت محتاج تنصيق وبتاع اوليه زي ما هو يس اينا طبعا بيقول لنا محتاج تنصيق شوية انا انا انصق الايه النصوص يعني تمام طبعا ده ممكن يقول لك وممكن ما يقول لك شو ده حاجة يعني ايه ترجع له هو تمام اروح هنا دايس عندي وانتظر خلصنا هو بقى دلوقتي اعمل لك فقرات زي ما انت شايف بص فقرات كاملة لكل حاجة انت بدون اي تدكل منك كل اللي انت هتعمله لان انت هتشغل بس الفيديو وتشوف طبعا ده الفيو فيديو وحط لك فيديو كامل كاختصار يعني او طبعا بيقول لك تمام يعني هو بس ايه لسه بيزبط نفسه ويقول انتظر لبضع دقائق او دقيقة او حاجة فلاقق يرجع ليه على حسب الموقع وفي حاجة انا حابة بيقول لك عليها لو انت مش هغل اضافة الاد بلوك يفضل انت تفصلها انا نسيت ان انا افصلها وهو الموقع محفوش اعلانات بشكل عام بس الفكرة اني احيانا بيكون في بعض السكريبتات اللي بتمنع ان الموقع يشتغل بشكل دقيق تمام بس الموقع محفوش اعلانات فمتخافش يعني تماما شباب هو خلص جزء منه ل اني الموقع بيعمل معالجة شوية لو النص كبير اوي زي ما انا عملت دلوقتي جميل الموقع بيحط لك الموسيقى بشكل تلقائي طبعا لو انت حبيت ان انت تشيلها خير وبركة تماما تيجي هنا عندك وهنا طبعا يعني تنزل وانتهى الموضوع لو انت حابب تخليها برضو ده شيء يرجع لك انا مليش دعوة يعني جميل طيب في حاجة تانية وهو ان انت تقدر ان انت تعمل لو حبيت بما انت جيت هنا عندك على تقدر ان انت تحط صوتك او مثلا انت تسجل صوت يعني صوتك انت بش تشوف الموقع هيكون اعمل ازاي طبعا بدون اي موسيقى او اي حاجة نشيل ام الموسيقى خالص ودلوقتي نشوف زي ما تشاهل الموقع بشكل اوتوماتيك جاب لي النصوص والصور يعني دي النصوص اللي انا كتبتها وبالقالب اللي انا عملته وهنا جاب لي صور متوافقة مع النص فانا لو في صور مثلا انا حابب ان انا اضفها او غيرها الموضوع بسيط جدا ااجي هنا عندي على الصورة بالمنظر ده كده هوق او مرايح هنا عندي على امج واكتب مثلا هنا ايجيبت الموضوع بسيط جدا ا كلمة ايجيبت او مصر عشان يظهر لي الصور اخرى في عندك هنا صور كتير جدا بقى على جوجل على بينج وخلاف وبيجيب لك صور مجانية وفي صور مدفوعة في بعض الاحيان فننتظر لان الموقع واضح كده او المشكلة عندنا في النت تقريبا او المشكلة عندنا في النت تحت النت عندي واقف عمص الفيديو تماما شباب نحمد ربنا انترنت رجع والمشكلة ما طلعتش من الموقع الصراحة المشكلات طبعت ما لدينا فاحنا كنا وقفين فين وقفين على الفويس اوفر فانت تقدر هنا ان انت ت بتعمل وكمان تقدر ان انت تغير الصورة زي ما قلت لك ان انت تي جي مشكلة عندك على اي صورة افตراضا وتي جي هنا عندك على توقف هنا عندك على صورة وتي جي هنا مسكلمت اbbie gewoon تبحث في الصورة على كلمة ايجيبت افتراضا هنا طبعا هتلاقي عندك بعض الخيارات منها الخيارات المدفوعة من الخيارات المجانية. لو انت كتبت هنا عندك على الفلتر هتلاقي عندك هنا اللي فيه الفري وطبعا ده يعني في منه مجاني. تمام هتلاقي عندك دلوقتي بعض الصور المجانية طاقت للك. تقدر انت تاخد اي صورة منهم. افتراضا الصورة تقوم جاي يسحبها واستطوطها عندك كده هون. هاذا عندك الخيار ده بيقول لك انت حابب ان تضع الصورة فوق الاخرى? ولا أن انت تبدل صورة باخرى. فطبعا انا لاحتاج أبدل صورة باخري时 همو أن ارددا يعني ايس عليك внутрен 절� يمكن ان نبدل الصور مفي الصور الجديدة فطبعا نرى أي صورة اخرى. يعني عندك صور كثيرة جديدة وعندك افكار كثيرة طيود تقدر ان انت تعملها مثلا زي جامع. تقريبا ده جمع مصالف محمود ولا جمع صلاحي الدين ولا نشعرف مين اي يعني او اك تعمل عموما يعني جميل فانت تقدر تبدل الصور زي ما انت عايز زي ما انت شايف. وتقدر انت تمشي وتشوف هل في مثلا في حاجة حابب ان انت تخليها حاجة حابب ان انت تعدلها وخلافهم من ناحة الصور وغيره. زي ما قلت لك اني تقدر تحط تقدر تحط موسيقى وانصحك ان انت ما تحطش. وطبعا دي ارجع لك انت بقى انت اللي هتشي لزا ما بيش انا. انا صريح وعليش. عموما يعني كده خلصنا كل حاجة فروح انا جاي عندي على وبعد كده اروح رايح هنا عندي وهي عامل هنا بتاعي. طبعا لو انت نسخة مجانية هيكون سبعمائة وعشرين مع خليه بالك منوصة دي. لو انت نسخة مجانية هيكون سبعمائة وعشرين مع لو انت نسخة مدفوعة زي حالتي هيكون من غير والجاوة تطلع ممتازة. وراح هنا بدايس عندي على وانتظر لحد اما الفيديو يتصدر. او لما الفيديو تصدر. كده خلاص الموضوع انتهى. فاننتظر لحد اما الفيديو تصدر ونشوف هتلع شكله عمل ازاي. وتمام دلوقتي الفيديو خلص انه هو عامل حبيت ان انا كن معاكل حد النهاية او من دلوقتي رايح هنا عندي على ومحمل الفيديو. الفيديو حجمه التمانية تلاتين ميجر. جميل? طيب دلوقتي ازا ما تشايف حتى هو بيعمل لك وصف سريع للفيديو. والكده اكون وصلت لنهاية الفيديو يا شباب. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى ان تتعمل لايك للفيديو. اشترك في قناة وتفعل الجرس. ولو وصلت لنقطة دي اتمنى تقول لي تحت في التعليقات. ولو عندك اي تعليق او حاجة متعلقة بمحتوى الموضوع. قل لي تحت في التعليقات لو فيها مشكلة وجهتك وبازن الله هرد عليك. وطبعا زي ما قلت لك ان موقع اين في فيديو هتلاقي عندك الرابدي بتاعتي موجودة تحت في الوصف. وكل حاجة تقريبا انت محتاجة ان شاء الله هتلاقي عندك في الوصف. اشوفكم بقى بازن اللي على خير الفيديو الجاي. ومع السلامة.